مواقف وعبر قال ابن المنكذر قلت لأبي حازم ما أكثر من يلقاني فيثني علي ويدعو الله لي وأنا لا أعرفهم ولم أقدم لأحد منهم خيرا قط فقال ابن المنكذر فقال أبو حازم لا تظن أن ذلك بعملك ولكن ارجع إلى من كان ذلك لك بسببه وهو الله سبحانه وتعالى فاشكره على ما قدمه لك وصنعه بك وقرأ ابن زيد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودى أيها المسلمون الكرام إننا أمرنا بطاعة الله سبحانه وتعالى وللطاعة آثار عديدة ومن بين هذه الآثار محبة الخلق وثناء الناس ودعاؤهم لفاعل الطاعة بظهر الغيب ومن كلمات سيدنا عبد الله بن عباس الجامعة يقول إن للحسنة ضياء في الوجه وظلمة في القلب وضيقاً في الرزق ونوراً في القلب وساعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق نعيد مرة أخرى إن للحسنة ضياءاً في الوجه ونوراً في القلب وساعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق الشاهد هي الجملة الأخيرة محبة في قلوب الخلق تنشأ من أين؟ من الحسنة من الطاعة لله سبحانه وتعالى وقد قرأنا حديثاً تكرر في أكثر من موقف إذا أحب الله عبداً نادى جبريل فقال يا جبريل إني أحب فلاناً فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلاناً فأحبه فيحب أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض من أين كانت البداية إذا أحب الله عبداً فالفضل في هذا يرجع إلى الله وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلب وكيف يشاء فتتحول إلى محبة هذا العبد الذي أحبه الله تبارك وتعالى ومن هنا فإن هذه المحبة دليل خير ودليل رضا من الله سبحانه وتعالى لأن الإنسان الذي أحبه الله تبارك وتعالى أطلق ألسنة الناس بالثناء عليه والدعاء له وجعل قلوب الناس مقبلة عليه هذا المعنى لا يقلل من عمل الإنسان ولا يقلل من إخلاصه لله تبارك وتعالى بل بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا من البشرى هذا من البشرى أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ أَتْتَرَ مَرْضَاتَ اللَّهِ ظالم وأثنى عليه لا يفرح الإنسان بمثل هذا لا يفرح لأنك ما أحبك الظالم إلا لأنك وافقته في بعض صفاته أي يته في بعض خطواته فأحبك لأجل ذلك ولكن أهل الإيمان لا يلقون بالا لهؤلاء الظلمة ولا يسيرون في فلكهم الله يقول ولا تركانه إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون لكن الاعتبار إنما هو بمحبة أهل الطاعة بمحبة أهل الإيمان بدعاء الصالحين من عباد الله تبارك وتعالى هذا هو المبتغى وذلك فضل يذكر لله تعالى فيشكر وهو ما دل عليه الموقف لا تظن أن ذلك من عملك وإنما ارجع إلى ربك الذي جاء كذلك من قبله فاشكره عليه وتلى ابن زيد الآية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودى محبة في قلوب العباد فاللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك واجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على الضمأ وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي على آله وصحبه وسلم وقزاكم الله وعنا خيرا نتعلم منها الحكام نرقى بها دوما ونكون خيرا الأومن اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر